لليوم الثالث على التوالي تغلق قوات الاحتلال المنافذ البرية أمام شاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية المتجهة من معبر رفح البري إلى منفذ كرم أبو سالم يأتي ذلك في الوقت الذي تستمر فيه حالة الاستفاف لمئات الشاحنات والعربات المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى قطع غزة على امتداد الطرق المؤدية من المنطقة اللوجستية بمدينة العريش حتى مدينة رفح المزيد يطلع عليه كاريم بيبرس مراسل تلفزيون المصرية تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين ما زلنا في متابعة مستمرة لنقل ملف المساعدات الإغافية والإنسانية إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة هنا من العريش ورفح تتحرك الشاحنات المحملة بالمساعدات الإغافية والمستلزمات الطبية وغيرها من اللوجستية متوجهة إلى معبر رفح المصري ثم تتحرك بعد ذلك إلى معبر كرم أبو سالم اليوم قررت قوات الاحتلال إغلاق المعبر بشكل كامل لليوم الثاني على التولي وهو جزء من سلسلة الانتهاكات المختلفة التي تنتهجها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين في قطاع غزة من منع لي المساعدات الإغافية من الوصول بشكل عام بالإضافة لإستمرار القصف المستمر على مراكز الإيواء والمدنيين وغيرها من الإجراءات التي تنتهجها قوات الاحتلال لكن الأونروا أعلنت صباح اليوم أن قطاع غزة بشكل عام على أبواب المجاعة بسبب النقص وعدم تدفق المساعدات الإغافية بشكل كامل من الناحية المصرية المجهودات المصرية لا تتوقف سواء في تحميل هذه الشاحنات الإغافية وتحركها من معبر رفح المصري الذي لم يغلق أبوابه منذ اللحظة الأولى أما في الناحية الأخرى من ناحية كرم أبو سلم وناحية قوات الاحتلال بعد أن تتسلمها الأمم المتحدة تمنع قوات الاحتلال توزيع هذه المساعدات الإنسانية بمختلف أنواعها إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة أيضا الأونروا تحدثت عن أعداد كبيرة من النازحين اليوم وأيضا استهداف قوات الاحتلال لمستشفى كامال عدوان في شمال قطاع غزة بعد أن توقف دخول المساعدات على الإطلاق إلى شمال قطاع غزة ونزوح حدد كبير من المصابين والأطباء داخل مستشفى كامال عدوان في شمال قطاع غزة كل هذه الإجراءات التي تنتهج قوات الاحتلال إلا أن المجهدات المصرية لا تتوقف إما بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة أو حتى باستضافة جميع الأطراف في الأراضي المصرية من أجل الوصول لوقف دائم ومستدام لإطلاق النار هذه هي الصورة والآن أعود عليكم مرة أخرى